هو ايه افضل ارتفاع للسقف يا باش مهندس افضل ارتفاع للسقف مقاسم من الارضية قبل التشطيب حتى اسفل السقف هو مع الاسقف المعلقة او دقطات التكييف المركزي من 3.60 الى 3.80 عادة 3.70 وده هيدينا ارتفاع صافي مقاسم من اعلى تشطيب الارضية حتى اسفل السقف المعلق تقريبا من 2.90 حتى 3.10 سنتي وده ببساطة لان تشطيب الارضية والسقف المعلق ومحتوياته هيشغلوا معايا من 60 الى 70 سنتي اذا الصافي هيكون من 2.90 الى 3.10 سنتي طيب مع الاسقف العادية يعني التكييف بتاعه هيكون تكييف جداري تكييف عادي جدا هتكون المسافة من الارضية قبل التشطيب حتى اسفل السقف من 3 متر الى 3.20 سنتي دي هتدينا مسافة صافية من اعلى تشطيب الارضية حتى اسفل السقف من 2.90 الى 3.10 وده مسافة كافية جدا في النهاية لازم تبقى عارف ان ارتفاع السقف بيتوقف على عدة عوامل منها مساحة المكان كلما كانت مساحة المكان اكبر كلما كان من المفضل استخدام ارتفاع اكبر للسقف ايضا احجام الدكورات المستخدمة مع السقف كلما كانت الدكورات اكثر وسمكتها اكبر كلما كان من المفضل استخدام ارتفاع اعلى مع السقف ولكن في المطلق المسافة الخالصة ما بين اعلى تشطيب الارضية واقرب سقف لا تقل عن 2.80 سنتي ايضا لا تبالغ في ارتفاع السقف لان هذا سيكون غير اقتصادي مع التكيف مع الاضاءة مع الهيكل الخرصاني عند التنفيذ